المدارس والأنشطة الفنية هل تحتاج إلى برضو إعادة رؤية؟ مش محتاجة إعادة رؤية ده محتاج إنشاء من جديد كاين وإنشاء أنا أنت حرارك في الكتاب ده أنا كنت في فرقة الموسيقى والغنى في ثالثة ابتدائي في المدرسة المدرس عدة وكانت المدرسة في قرية في القرية في البابور المنوفية مدرس عدة مدرس الموسيقى كنا بناخد مدرس موسيقى ويدينا مفتاح صغول والسلم الموسيقى ويكلمنا وكان هو حابب كمان فعمل لنا امتحان علشان يشوف قدرتنا على استعاب اللحن يروح هو مسقف كده بإيده بطريقة معينة قول لي قولك اعمل كده فلما لأني بعمل صح طب تعرف حافظ حاجة أقول حافظ مثلا أهو ده اللي صار وده اللي كان لإني بسمح أبوي أحببني فيها فدخلت الفرقة وكنت بعزف على يعني ده كان جزء أساسي وزي ما قلت الحضراتك دلوقتي قالوا لي طابل انت درسه سيد درويش خلو سيد درويش نشاط أساسي تاخده مرة مصرحية مرة قصة حياته مرة أعماله عن الفلاحين مرة أعماله عن كذا وطبعا اللي حيدرس سيد درويش حيدطر يدرس يعني ثورة 19 ومصر كتعاملة ازاي والاحتلال الإنجليزي والإنجليز عمله ايه والثورة أمت بهذا الشكل من أين نبدأ؟ بأكاديميات الفنون مثلا؟ لا بالمدرسة الابتدائية زي ما قلت لحضرتك نعمل أنشطة أيما على احترام الفن المصري والغناء المصري وإني يتقال اسم أم كلسوم بما يستحقه من احترام واسم عبد الحليم تفتكر الطلبة الصغيرين تلاميذ المدارس حاليا ممكن وبسهولة نكلمهم عن أم كلسوم وعبد الوهاب؟ ما هو ده ده كل حاجة ممكنة طالما قدرتي توصلي للمفتاح أنا 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 عندي بنتين صغيرين كبروا دلوقت حبايبي واحدة دكتورة في الجامعة واحدة مدرسة لغة الفرنسية فأنا حبيت ما يكبروش في ضوء العبس اللي موجود ده وأنا لو شغلت المكلسوم يقولوا إيه الست اللي عملت هاني ساعتين دي لو آه ومش آه وحاجات زي كده فالمدخل المهم أن أنا أوفر الجو الكويس وقال لهم تخيلوا بقى لو حنقول مثلا لسه فاكر قلب يديلك أمان ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان ولا نظرة توصلي الشوء والحنان فلما يقولوا لي جميلة أو يا بابا طمت يلا نسمح فنسمح فيستقر في الظهنهم إن ده الفن اللي يتسمع وبذات بقى لما أكلمهم عنها ورحلتها ومعاناتها وحاجات زي كده فأنا أصد يداي ينفع برده بس المهم تعرف الطريقة للوصول لده وأنا أعتقد أن الأولاد لو كل الأطفال في مصر وهو ده كأنه جزء من عبقرية سيد درويش إنه يوصل للنغمة الخالدة كأنه أنغام طيرة في الهواء ويأخذ النغمة ديا هات أي ولد سنه أربع خمس سنين وخليه يسمع أهو ده اللي كان وضا اللي صار وأنا أعتقد أنه ستبقى علاقة لأبنجنا ومع هذا حيحفظها وأنا أفتكر مع بنات وهم صغيرين سمعوها وحفظوها وحسوا بنفسهم فيها ولما يسألوا عن معانيها وبيبقى شيء جميل ويبقى ده بداية فعلا فأرجع تاني نعمل إيه؟ نبدأ بإحترام في الأنشطة المرسية نرجع نعمل مسابقات ونعمل مسرحيات عن عبد الحليم وعن سيد درويش وعن المكلسوم وعن الصنباطي وعن بيرام التونسي وتبقى دي جزء أساسي من الأنشطة وتستمر دي الأنشطة ديا في الجامعة وبعدين نتكلم نعمل فرق بتعيد الأمجاد في أسور الثقافة المختلفة وفي الأعلام أيضا وفي الأعلام بشكل أساسي طبعا يعني كثير من الأصدقاء بيقولوا إحنا في الوقت اللي بنحبه إننا نشغل إزاعة الأغاني نشغل إزاعة الأغاني وده جزء اللي بنحبه في اليوم إننا نشغل إزاعة الأغاني فنسمع محمد أنديل ونسمع كريم محمود وبالشكل ده